ترجمة نانسي قنقر وزارة الداخلية يرى في مشروع إنشاء أماكن صغيرة للمستثمرين وخاصة الشباب الحاملين لشهادات التعليم العالي أو لشهادات التعليم والتكوين في هذا الميدان تجسيد هذا المسعى لن يتحقق في ظل المعطيات الراهنة حسب أهل المنطقة فجلب الاستثمار بحاجة إلى ظروف مناسبة أهمها إنشاء طرقات وطنية لفك العزلة وتسهيل تجارة العابرة للحدود الحل الوحيد للاستثمار أو أي عمل على مستوى المقاطعة مربوطة بنجاز طريق هذه نهار شاء الله تنجز طريق هذه رح يكون أفاق للولاية إن شاء الله فيها عوامل طبيعية هي المسافة مثلا الحرارة فيها عوامل مثلا عوامل قانونية القانون الاستثمار الذي يجب على النظر فيه فيها عدة عوامل التي تعيق دون الاستثمار بغض النظر عن مستوى التنمية داخل الولاية الزراعة، السياحة، الثروة الحيوانية، التجارة الحرة كلها نشاطات يمكن الاستثمار فيها حسب طبيعة وخصوصية كل منطقة شريطة تقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين أنا أستطيع أن أقول شرط كان أولا العمل على الشريعات من ناحية التحفيزية ثانيا العمل على هذه القاعدية المسهلة للفعل الاقتصادي من ناحية اجتماعية للفعل الاقتصادي، تقنية الحديثة وربط كل معابر الحدودية بالشبكات الوطنية من أجل تسهيل المعاملات الجمهورية إلى آخره ترقية المناطق الحدودية والنهوض بها اقتصاديا يبقى التحدي الأكبر نجاحه سينعكس إيجابا ليس فقط على اقتصاد هذه المناطق وأهلها وإنما أيضا على الجانب الاجتماعي والثقافي لكن كل هذا لن يتأتى إلا بالتشسيد الفعلي لهذه البرامج التي طالما انتظرها المواطنون موسيقى